يوم رابع وأخير من أيام الهدنة الحالية في قطاع غزة يحاول فيه الغزيون لملمة ما تبعثر أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع صالبعض يسابق الزمن في محاولة للتزود ولو بقدر يسير من المواد الغذائية والإغاثية التي دخلت إلى غزة بموجب اتفاق الهدنة وآخرون يحاولون علاج ما لحق بهم من إصابات جراء القصف قبل أن يعاود الاحتلال من جديد استهداف المستشفيات أو ما تبقى منها وآخرون يسرعون عمليات البحث عن مفقوديهم وآخرون وآخرون كل إلى مآربه الجميع في غزة يساوره القلق خوفاً من معاودة الاحتلال سيرته الأولى في القصف العشوائي واستهداف المستشفيات وهدم البيوت وقطع السبل على الآمنين أو بالأحرى الذين كانوا آمنين وغير بعيد عن هذا القلق تتسارع الجهود لتمديد الهدنة وتواصر الأطراف الفاعلة مسعيها لاستمرار وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع الجهود المصرية التي نجحت في التوصل لاتفاق الهدنة وتمكنت من الحفاظ عليها وتنفيذها بعدما تعرضت لأزمة كادت تعصف بها في اليوم الثاني ها هي تواصل تحركاتها على مختلف الأصعيدة لإقناع جميع الأطراف بالتمديد الدبلوماسية المصرية تواصل التحرك والضغط بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة التي وجهت الشكر للقاهرة أكثر من مرة نظرا لدورها المحوري في هذا السياق وبالرغم من التصريحات المتواترة عن قادة جيش الاحتلال باستئناف القصف وعمليات القتال بعد انتهاء الهدنة إلا أن مؤشرات تلوح في الأفق على إمكانية تمديد الهدنة فالفصائل الفلسطينية أبدت استعدادها للموافقة على التمديد إذا التزم جيش الاحتلال في المقابل رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بتمديد الهدنة إذا تم تسهيل إطلاق صراح عشرة محتجزين إضافيين مقابل كل يوم من وقف إطلاق النار هدوء حذر ومشاعر يشوبها القلق وتهديدات بمعاودة القصف تقابلها مؤشرات مصحوبة بتحركات حثيثة لتمديد الهدنة هكذا الحال في رابع أيام هدنة غزة فالجميع يترقب والكل يأمل ألا تعود الأوضاع كما كانت قبل الاتفاق حيث لا شيء في غزة سوى القتل والدمار والحصار ترجمة نانسي قنقر